قلق يدب سريعا في أرجاء العالم يأتي ذلك في عقاب ظهور متحور جديد من فيروس كورونا أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم الحرف اليوناني أوميكرون المتحور الجديد أصبح مصار قلق عالمي مدفوعا بالتقارير القادمة من مختبرات جنوب إفريقيا حيث اكتشف لأول مرة ولم يسبق لأي متحور جديد أن أثار هذا القدر من المخاوف منذ ظهور المتحور دلتا في الهند قبل حوالي عام هذه التقارير التي تزامنت مع بدء موجة رابعة في بعض البلدان دفعت المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض لرفع مستوى التحذير إلى عال جدا فيما أعلنت العديد من الدول وقف الرحلات الجوية مع بلدان جنوب القارة الإفريقية إن المفوذية الأوروبية اقترحت اليوم على الدول الأعضاء تفعيل إجراءات الطوارئ على السفري من دول في منطقة إفريقيا الجنوبية ودول أخرى متضررة وذلك للحد من انتشار السلالة الجديدة ففي هولندا قالت السلطات إنها عزلت عشرات المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا بسبب مخاوف من السلالة الجديدة وأعلنت الولايات المتحدة أمس إغلاق حدودها أمام الوافدين من ثمان دول في جنوب القارة الإفريقية وكذلك أعلنت السعودية والإمارات والأردن والمغرب تعليق الرحلات الجوية من دول إفريقية عدة وفي أحدث التطورات أيضا أرجأت منظمة التجارة العالمية في اللحظات الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات إثر ظهور سلالة أوميكرون على الجانب الاقتصادي سجل تسواق الأسهم على جانبي المحيط الأطلسي أشد خفاضاتها على مدى عام وأكثر متأثرة بالتداعيات التي أحدثها المتحور الجديد أوميكرون